مصلحة الفيروس بوزارة الصحة راح ترد على كل أسئلتكم قبل هذا خلونا نروحوا إلى معرض الصحفة الوطنية نبدأ بالشروق وقالت مرعوبون يلجأون إلى العنف خوفا من الكورونا ونرحب الجزائرون بخبر إعادة الإيطالي المصاب بفيروس كورونا إلى بلاده معتبرين أن بقاءه في الجزائر كان سيشكل خطر على زملائه في العمل وعلى جميع سكان المنطقة والغريب من الجزائريين استقبلوا خبر وجود كورونا ببلادنا باستهزاء وطرفة لدرجة تحدثت قدوات إعلامية عن الضائر معتبرة أن كورونا تحول لمادة تنكيت على مواقع التواصل الإنشماعي بالجزائر أما آخرين فنزعجوا من هذه التصرفات إلى موضوع آخر الحماية المدنية تكون 138 ألف شخص لمواجهة حالة طوارئ هكذا عن ننونة الشروق في موضوع آخر وإن كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن تكوين أكثر من 138 ألف مواطن ومواطنة في مجال الإسعافات الأولية هكذا أو مسعف لكل عائلة منذ انطلاق البرنامج في سنة 2010 والذي يؤد الحلقة الأولى في مواجهة ومجابهة الكوارث لمختلف الفرق الخاصة في ميدان الإسعافات بداية بتجهيز المواطنين وكل فرد من الأسرة على كيف يتعامل مع مختلف الحوادث اليومية أو حالة الطوارئ هذه كانت عنوين جريدة الشروق نروح إلى الخبر كذلك عنوانات تراجع سعر الدوفيس في السوق السوداء بسبب الكورونا وتوقف رحلات الجوية هكذا عنوانات جريدة الخبر في صدر صفحتها الأولى إلى النهار قالت رفع التجميد على رحالة العمرة في 13 مارس في حال عدم اتخاذ قرار جديد بتجديد فترة أو التعليق من طرف السلطات السعودية هذا التعليق تعليق العمرة كذلك جاء بسبب الكورونا إلى موضوع آخر بجريدة البلاد هذه شروط تركيب السيارات بالجزيرة وزير الصناعي يكشف أهم ما جاء في دفتر الأعباء الجديد هنا تحدث فرحتي التعلي وزير الصناعة عن كل مستجدات دفتر شروط الخاص بتركيب السيارات في الجزائر إلى جريدة أخبار اليوم قالت كذلك الجزائر خالية من الكورونا بعد ترحيل إيطالي المصاب بالفيروس وعادت إلى شروط جديدة لتركيب السيارات في الجزائر الشعب قالت الجزائر تبني علاقاتها على المستقبل وليس السب والكلام غير اللائق كان هذا رد وزير الخارجي الجزائري صبر بوغادوم على وزير الدبلوماسية المغربي والذي وصف كلامه بوغادوم بأنه كلام السب والشتم لا يرقى لأن يكون ليبني جسور بل لتعميق الفجوة مع الأشقاء أعتقد نختم بجريدة المساء الحراك الشعبي كلف القضاء بمحاربة الفساد هكذا قال زغماتي مطالبا بإعادة النظر في الطريقة القضائية وتوقيف أو توظيف القضاءات هكذا أو هكذا صرح وزير العدل بالقسم زغماتي مشاهدنا الكرام نروحوا إلى فقر الضيف كما سبقت وقتلكم الحديث اليوم راح يكون على الكورونا مع المسؤولة تانية في هذا الملف في ملف الكورونا في الجزائر أسئلتكم كلها راح نبرحوها وانشغالتكم وتخوفتكم راح ترد عليها